في النهارين اللي فيت وراجة برج على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب نشره البحر إجلاسي يفيد بأنه فما مكالمة دارت بينه وبين الأعلمي سامير الويفي طلب فيها سامير الويفي رشوة بستين ألف دينار وقال له الله يبيرك نجيب لك فلين نجيب لك سامير ديلو بيه هذا نجيبه هذا ما نجيبوش هذا أوكيته ونجيبولك المهم المحادثة هذي فيها اتفاق بين البحر إجلاسي وسامير الويفي على الضيوف اللي بيش يحضروا وتقييم زادة للضيوف اللي حضروا سابقا وتفهمون هم بيش يتقابلوا نهار الجمعة بيش يخوا المبلغ متاعه وهذا كان صرحة لي البحر إجلاسي في إذاعة إيافهمتو خليكم التسجيل تفهم مش نوع الموضوع بالضبط لكن اليوم بيش نحكيه على رد سامير الويفي على البحر إجلاسي ونكتب تدوينه قال نحب نقول للبهيم اللي يبعثولي في منشور يد دعي اللي أنا قبضت 60 مليون من ضيف كرشوة على حلقة في برنامجي أنا ما نيش رخيص للدرجة هذي عيب ترخصوني هكا برنامجي يسوى على الأقل 600 مليون في الحلقة وما نقبلش حتى أقل بدينار وما نيش رخيص الدرجة هذيك عيب تتيح لقدار وطبعا اللي يعد الناس ببناء قانترا بين تونس ويطاليا تكلفة 50 ألف دينار من قبلش منه أقل من مليار مقابل الحضور في برنامجي وال60 مليون اللي يذكرهم إهانة للشخصي والبرنامجي وشوية على وحش الشيشة من وحش المجاريع العملاقة وطبعا لبهيم اللي يصدق حكاية ال60 مليون يبعث لي يسأل لازم يصدق زيدا أنه نفس الشخص بشيبني قانترا بين تونس ويطاليا كما قال كان هذا رد ساميري الويفي ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصلكم الفيديو القادم وشنورايكم في رد الويفي على البحري إجلاسي